كتير بيجي المريض اللي بيشتكي من مشاكل في المعدة أو في الجهاز الهضمي يقول للدكتور أنا عندي البكتيريا الحلزونية أنا تعبان المشكلة دي ممكن تعمل لي أورام المشكلة دي ممكن تعمل لي مشاكل البكتيريا الحلزونية هي أحد الجرسومات اللي موجودة في المعدة عند كتير جدا من البني أدمين الأصحاء اللي ما عندهمش أي شكوى من أي مشكلة في الجهاز الهضمي وما فيهاش أي مشكلة مشكلتنا أن دي متعيشة داخل المعدة هي موجودة للأسف عندنا بنقول أن هي اندمك في مصر يعني موجودة في أماكن كتير ممكن يكون مصدر للميا مش آمن مش مناسب ممكن يكون في أكل معين مش مخصول كويس ممكن يكون بيتنائل العدوى بأي طريقة بس إحنا بنرجع نقول دي من أحد الجرسيمة المتعيشة هي موجودة في المعدة عند كتير مننا مش عاملة أي مشكلة هيجي مريض مشاكل المعدة أو مشاكل الجهاز الهضمي العلوي اللي بنقول عليه يا المريء يا المعدة يا الإسنعشر المريض اللي عنده الجرسومة الحلزونية أو البكتيريا الحلزونية وهو عنده مشاكل أعراض أو عنده إصابة إحنا شفناها فعلا بالمنزار إيه أهمية وجود البكتيريا الحلزونية كإصابة عند المريض ده واللي بتتشخص يا إما بتحليل في البراز يا إما بأجسام مضادة في الدم يا إما بناخد عينها من المنزار وبنفحصها وبنجد وإحنا بنعمل منزار إن فعلا المريض ده مصاب البكتيريا الحلزونية البكتيريا بتعمل مشكلتين إن هي بتأخر الاستجابة للعلاج اللي بياخده المريض فبالتالي المريض اللي ممكن لو هو عنده قرحة أو تقرحات في المعدة وديت له علاج مناسب وهيخف في أربع أو ست أسابيع لا البكتيريا الحلزونية دي وهي موجودة هتعاكس تأثير العلاج والمريض هياخد فترة أطول بكتير عشان يتحسن البكتيريا الحلزونية طول ما هي موجودة هي بتعرض المريض لرجوع الإصابة للمرة التانية هو أساساً المعدة عنده استعداد المريض اللايفستايل بتاعه مش كويس أكله مش كويس ما بيلتزمش بالتعليمات اللي قلنا عليها إن لازم يكون أكله بموعيد إن لازم في حاجات معينة ننتجنبها إن نبعد عن أدوية معينة لا كمان ده عنده مشكلة إن دي أحد العوامل المساعدة اللي هتخلي الإصابة ممكن ترجع أو ممكن تفضل موجودة وما يستجبش للعلاج بشكل طبيعي مشكلة البكتيريا الحلزونية إن علاجها هنقول تقيل شوية وليكن في أول أسبوع أو أسبوعين مشكلتها إن لازم هناخد نوعين من أنواع يا إما المضادات الحيوية يا إما المطهرات مع الأدوية اللي بناخدها علشان تحسن أو تنهي وجود التقرحات أو القرح المريض أحياناً ما بيقدرش يتحمل العلاج التقيل ده لفترة حتى لو الفترة الصغيرة دي المشكلة كمان إن البكتيريا الحلزونية تقاوم العلاجات يعني للأسف ممكن ندي علاج كويس جداً ونمشي بالبرتوكول صح جداً ونرجع نعمل متابعة للمريض نفاجأ إن البكتيريا قاعدة وموجودة في نفس المكان وما استجابتش للعلاجة في هذه الحالة لازم نرجع بعد فترة نعيد تاني وندي بروتوكول آخر لعلاج البكتيريا الحلزونية للتخلص منها نهائياً ونرجع نكمل العلاج للمريض بمضادات للتهبات والأدوية اللي بتحسن من كفاءة الغشاء المخاطي الموجود للمعدة واللي بنقدر بعد كده نتابع المريض بالمنزار ونقدر نتطمن إن هو خصل استجابة 100% خلصنا من البكتيريا الحلزونية وخلصنا من القرحة والمريض بينتهي شكويته خالص من مشاكل الجهز الهضمي العلوي اشتركوا في القناة